مساء الخير كيف كان شو الأخبار يا رب تكونوا بخير في علم اسمه الفانك شوي فانك شوي فانك شوي شو هاد العلم هاد العلم بيدرس علاقة العناصر الأربعة الموجودة بالطبيعة هي الماء والهواء والنار والتراب مع بعضها لا يهيد توازن الطاقة بجسمك و بالمحيط اللي حولك ومثلا ببيتك أحد الأشياء الأساسية اللي ببيتك اللي لازم تكون هي الترتيب والتنظيم الترتيب من نحكي عن ترتيب من ناحية النظافة ونحكي عن ترتيب من ناحية كيف توزيع الأشياء بالمكان هذا العلم أكيد ما بيتعرض أنا ما بشوف أي شيء العلوم متكامل لا تعرض أي شيء مع الدين ولا مع أي عرف من الأعراف ولكن بالمقابل متل لما أنت بتقرأ لصورة الفاتحة لسبب آية الكرسي لسبب مثلا وفي كتير من الصلوات وفي كتير من الأدية بكل الأديان وهي وظيفتها ضمن هذا الترتيب توصل لشيء كمان ممكن يكون دعاء لأي شيء محدد دعاء شيء تاني للرزق دعاء للصلاح الحال والنفس والبدن وما شابه ذلك إذن في شيء بيهيئوا ربنا بشكل أو بالتاني حتى لما أنت بتنام وضعية نومك وضعية السرير وما شابه ذلك إلها دور بهذا الموضوع وبالمقابل ترتيب في كاتبة يابانية كتبت كتاب اسمه سحر الترتيب اسمه ماري كوندو عم تحكي عن طريق التأثير الترتيب ببيتك وكيف بتتخلص من الأشياء غير مفيدة إلك وكيف بنهكس هذا على نفسيتك وعلى الطاقة أو على الثروي وما شابه ذلك وتأخذ تطلب استشارات من كل أنحاء العالم نتقدم لهم نصيحة بخصوص التربية وما شابه ذلك وهون بنجي للموضوع نحن حكينا أول شيء عن علم الفونك شوي وحكينا عن سحر الترتيب ما شابه ذلك ونفس الشيء سحر الترتيب لما بدك ترتب طاولتك ولما بدك ترتب سطح المكتب الموجود على الكمبيوتر عندك كمان هذا كمان ضروري ونجي هون بالمقابل لما بدك تنظف أو ترتب على أستقائك على الفيسبوك مثلاً أو حتى الإنستغرام صار عندك ميزة أنك تشيل متابعة شخص عندك ما كانت موجودة وهذه أهمية الأشخاص الموجودين الأشخاص الموجودين مثل الأفكار عندك الأفكار إذا ما استعملتها بيصير علي أغبار مثل لما أنت شيء ما بتستخدمه بيصير عليه أغبار وبتنساها ونفس الشيء الأفكار إذا ما رتبتها واستذكرتها واستحضرتها كمان بتضيعه نفس الشيء الأصدقاء إذا موجودين مثلاً عندك وحاسس حالك إنك إذا شفتهم مش رح تتذكرهم أو مش رح تقولهم سلام فليش موجودين؟ مع كل احترام التفاعل مش لأنه تفاعل بس أو لزيد عدد المشاهدات أو اللايكات لا التفاعل هو مو بس لهيك فمثلاً كيف بحافظ على أصدقائي بالفيسبوك؟ العدد غير مهم المهم النوعية والأخلاق والموادي أكيد العدد مو مهم يعني شوف أنا شو عندي لا المهم نوعيتهم له هدون الأشخاص الكواليتي الكاليتي الكواليتي مهمة وليس الكوانتيتي العدد مو مهم النوعية والأخلاق والموادي كيف بيتعامل معك مرة في أحدهم يمكن أنا عامل تاك لأغنية فبيمكن أنا ما منتبه وعمل لي له تاك مع كل الاحترام التقريدير إلك ولو كانت موديع ولو كانت إعلامي مع كل الاحترام التقريدير ما عملنا شي إذا عملنا لك تاك بهالأغنية فشلتك أنا علفة إسبوك يعني ما كتير بتهم مع كل الاحترام شو ما كنت ولكن المودة واسلوبك بالحكي ما تكون طف إذن العدد غير مهم كيف يحصل على هذه المواصفات من خلال قبول طلبات الصداقة والغاء غير مناسب منها بعد التعرف عليهم ولو بطريقة غير مباشرة ما بهمني أخلاقك خارج إطار الصداقة تكون شو ما كنت أنا ما إلي علاقك فيك لا يهمني أخلاقك خارج إطار الصداقة التي بيننا في الفيسبوك أنا ما رح تزوجك سوري منك أو ما رح تزوجك يعني بالمجمل ما في علاقة غير هي علاقة فيسبوك لما بينبعد طلب صداقة هو تابع طلب صداقة مو بعد طلب زواج أين بتلغي الصداقة وكيف تلغي الصداقة؟ كيف يتم إلغاء الصداقة؟ عند ورود إشعار بعياد الميلاد تتم مراجعة حسابات الاستقاء ويتم الإلغاء كما يلي كل حساب لا أتذكر اسم صاحبه بمعنى ليس له مشاركات في حسابي مجرد عدد ما بديه فعذرونا كل حساب لا أتذكر اسم صاحبه ثانيا الأصدقاء الذين توقفوا عن النشر لمدة عام أو أكثر يعني غير متفاعل أو أنت ما بعرف ممكن تحكر حسابك تركت حسابك إذن اللي ما بتذكر اسمه اللي بتوقفه عن النشر والحسابات المجمدة لحسابات التي لا تنشر إلا مشورات دينية وخاصة طائفين منها مشورات دينية وسياسية سوري عرفت عليك علاقتك بالسياسي أنا ما بفهم بالسياسي تمام؟ ما بفهم أبدا بالسياسي أنا بحب بلدي وما حد فينه يكابر على هذا الموضوع وما حد فينه يقل لي كيف بتحب بلدك بأي صيغة وبالمقابل الدين ما للدين أنا علاقتي مع ربي علاقتي مع ربي ما إلك علاقة كيف أنا بصلي ما إلك علاقة كيف أنا بصوم ما حد إلو علاقة ولا بترتبطني ضمن هذا المجال لما لازم أنا أكون على دينك ولا فيك تحاسبني على ديني تمام؟ مهم أنا علاقتي معك تكون ضمن إطار الأخلاق كل دين بينص على سياسي بالتعامل أي دين بيخليني أنا أتجاوزك أو أكرهك فهو ما نودين؟ هذا أنا هذا بالنسبة لي المهم بحبك وأتعامل معك ضمن هذا الموضوع أنت إلك مني مطلوب مني عاملك ضمن سياسي مأذيك فيه وأنت هذا المقابل مطلوب منك مو أكتر أو مطلوب منك الأصدقاء الذين لديهم أكثر من حسابين هلأ أنا عندي كذا حساب وعندي كذا أكاونت عندي كذا صفحة عندي كذا حساب على الفيسبوك أكاونتين وعندي كذا صفحة على الفيسبوك كمان إستاغرام تمام أنا هيك لأنه فترة تهكر أحد الحسابات وفي السن الماضي تهكروا حساباتي على الإنستا فهذا أحد الأسباب ممكن أنا ما زالت لما حدا شالني وتركني على حساب واحد بس وفي منهم طبعا رح أحكي ورح نزل فيديو عن أنت الكبير اللي بتوصل كلام يا كبير كتير رح أحكي نزل فيديو عنك وعن شلتك الشلة التي تلمكم لأصدقاء الذين يطلبون الدعم كثيرا تحت اسم الصفحة التي تتعرض للتبليغ طبعا شكرا لمن يبقى ولمن يرحل ولمن يسعدني ولمن يزعجني أنا والله يعني بي بعض الناس بتعامل معا بإطار استعمح الكثير كثير تريد مثل التعامل سيدنا المسيح وأي اشياء بتعامل فيها بالتعامل تعامل سيدنا محمد يعني ضمن طريقة نهج سيدنا محمد بعض الأصدقاء وبعض الأهل في بعض الأصدقاء وبعض الأهل بتعامل معهم ضمن نهج سيدنا المسيح هذا بيصنوا كثير اشياء وكثير روابط موجودة منهار ممكن روابط الدم منهار ممكن حدا تعاملوا هيك حدا التاني لا تمام اهم شي بالنسبة لنا حاول اللي بدينا الموضوع انه حاول حاول نظف كل شي حولك حتى افكارك حتى لما بتشوفها لما بدك تتعامل حتى لما بدك تفتح صفحتك على الفيسبوك مثلا لما بتشوفها الناس بتعرفون وناس ما بيزوجوك زهنك رح يكون صافي وانا بحب دايما نكون قلبي صافي لهيك عادة بكون هذا احد المنشورات اللي بدي نزلة حتى على الفيسبوك لانه اذا ما في تفاعل فاعذروني يعني اذا ما في تفاعل فانا ممكن ما اشوفك بالشارع ما لا اعرفك ولا تعرفني ولا السلم عليك ولا السلم علي فانت ليش موجود مع كل الاحترام والتقدير السلام اشتركوا في القناة